السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو ابنك طول اليوم تعبان بيخرج من تعب يدخل في التاني مش عارفة تعميله ايه اول سؤال المفروض تسأليه لنفسك هو بيأكل ايه اول حضرتك انت عارفة ان ممكن الاكل يرفع مناعة ابنك ويحسن من قدرة جسمه على مقاومة الامراض النهاردة انا جمعت ست اكلات من الاكل بترفع مناعة الاطفال بشكل عالي جدا اول حاجة التون وده لانه غني بعنصر مهم جدا وهو الزنك وما ادراكه ما الزنك الزنك طبعا احنا اتكلمنا عنه في حاجات كتيرة جدا هو محتاج لوحده فيديو نشرح في اهميته هو المنخص بتاعه وفايدته ان هو بيصنع قراط الدم البيضاء اللي هي بتقوي مناعة الجسم الزبادي وده لان الزبادي في حاجتين مهمين جدا اولا بكتيريا اللبن وزي ما قالوا ان هي ديها دور مهم جدا في الحماية من عدوى الجهاز التنفسي والنزلات المعاوية تاني حاجة في الزبادي مهمة ومفيدة جدا فيتامين دال ليه دور مهم زي ما احنا عارفين في مقاومة الفيروسات وادوار البرد تالت حاجة الموالح وطبعا زي ما احنا عارفين انها الموسم بتاعها اللي احنا فيه برتقان اللامون اللي يستفهن دي غنية جدا بفايتامين سي وليها دور مهم جدا في الوقاية من ادوار البرد وعدوى الجهاز التنفسي رابع حاجة فلفل الالوان ده غني بفايتامين سي بشكل فضيع وكمان غني بحاجات تانية مهمة جدا زي الكاروتين اللي بتتحول في اجسامنا الف الاساسي للحماية ومن من عدوى الجهاز التنفسي والهضمي كمان اللوز غني فيتامين اي بشكل فضيع وبيحتوي على مضادات الاكسادة بتقاوم البكتيريا وبتقاوم الفيروسات مفيد جدا السبانخ غنية بفايتامين سي ومضادات الاكسادة وفيها نسبة عالية جدا من الحديد يعني كأنك بتاخد دي معلقة دوى حديد في السبانخ البطاطا والجزر غنيين جدا بالكاروتين شربة الفراخ رائعة جدا غنية جدا بفايتامين بي سيكس وحاجات تانية مهمة للمقاومة ادوار البرد والفيروسات الكيوي الكيوي رائع جدا جدا بيحتوي على نسبة عالية للغاية من فيتامين سي بيقاوم ادوار البرد والفيروسات وبيرفع مناعة الاطفال الحاجات دي كلها لازم نهتم بيها ونبعد بقى عن الشيبسيات والحاجات اللي هي مش مفيدة خالص وحتى العصائر الجهزة اللي بتحتوي على مواد حافظة بنسب مرتفع جدا نحاول ان احنا نقلل منها هتلاقي مناعة ابنك بدأت تزداد بدأ يقوم النزلات شوية بدأ ان هو يتحسن تدريجي بس انتي ما تديش النهاردة وتنتظري النتيجة النهاردة استمري فترة وان شاء الله ربنا هيحسن الاحوال باذن الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته